السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن الكفالة الكفالة الربانية لبني البشر ما معنى هذه الكفالة الربانية لبني البشر اي ان الناس حاجتهم مقضية ان كل شؤونهم من طعام وشراب وصحة وتعلم ومدد كله خير مضمون تكفل به الله عز وجل بنفسه رغم اننا نحن بني البشر نشعر بالقلق والخوف ونظن بان ارزاقنا وتدبير مصالحنا هي بيد البشر اي نعم في جزء ضئيل من الحياة ربنا اسند للبشر مهمة التدبير والتسير وانا فان كل شيء ربنا تكفل به هذا ما يسمى بالعناية الالهية للبشر او الكفالة الربانية للعباد هذه الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى قررها في كتابه العزيز حينما قال الا رب العالمين الوجود هو قائم به رب الوجود اذا رجعنا الى الفكر الفلسفي منذ القديم الفلسفة القديمة مع ارستو ومع افلاطون وغيرهم يعتقدون بان الانسان لما خلق في هذه الارض انقطعت سنته بالخالق فالانسان يعيش بمعزل عن الخالق والخالق يعيش بمعزل عن الكون والحياة هذا ما يسمى الان بالعلمانية الفكر قديم جدا مع ارستو وافلاطون وحكماء الفلسفة اليونانية قالوا بان الاله هم لا ينكرون وجود الاله لا ينكرونه يعتقدون بوجود الاله لان الكون وما فيه من نظام يدل على انه من صنع الصانع وهذا الصانع حاذق هذا الامر اهتدى اليه كبار الفلسفة في اليونان وفي الرومان والاغريق وغير ذلك منذ زمان لكنهم يقولون لم يؤدلعه علاقة بالكون وان هذا الخالق صار منشغلا بكمال ذاته فقط وترك الناس يحيونك كما شاء ومنهم من قال بانه مجرد محرك الاول محرك الاول لنظام الكون ومن تم الكون يتحرك من تلقاء نفسه فالناس صاروا بعيدين عن خالقهم ومن تم قالوا لا حاجة لنا نحن البشر الى اله لا يعتني بنا وقرروا بان الانسان له ان يعتقد ما شاء يعتقد ام الالحاد او يعتقد الدين او يتخذ اله يعبدها بنفسه كما شاء المهم قالوا له بان الانسان يستطيع ان يدبر شؤون حياته على هدي عقله وتجاربه الناس يحتكمون الى العقل والى المنطق والى التجربة وهذا ما يسمى بالفكر العلماني دعم لله لله وما لقيصر لقيصر او فصل الدين عن الدنيا نفس الفكرة تبنتها الفلسفة الحديثة التي هي الان تؤطر الفكر الغربي في اوروبا وامريكا وغيرها من دول العالم ربما من اطلع منكم على فلسفة الفيلسوف الكبير الغربي سبينوزا في كتابه موت الاله ادعى بان الانسان لم يعد في حاجة الى اله انه يكتفي بنفسه انه يدبر شؤون حياته من تلقاء نفسه بعقله وتجاربه وبعده جاء الفيلسوف الفرنسي جونبول سارتر زعيم الوجودية قال بان الانسان هو السيد في هذا الكون ولا سيدة له عليه من اي احد الانسان يقرر طبيعة علاقته مع كل شيء كلام طويل وعريض يطبع الفلسفة القديمة والحديثة هذه الفلسفات تلتقي على فكرة واحدة ما هي هي عزل الاله عن الكون وعن الحياة وعن بني البشر وهذه الفكرة العلمانية اننا نترك الاله نعتقد بوجوده لكن لا يتدخل في شؤون حياتنا ونحن نفعل في حياتنا ما نره مصلحة وبالتالي صارت هذه الفلسفة في الحياة الفردية ثم انتقلت الى الحياة العامة وألقت بضلالها على كل ميادين الحياة فمفادها لا شأن للدين بالسياسة ولا للحكم ولا دخل للدين في النشاط الاقتصادي وطرق الكسب وأساليب الحياة بل ولا علاقة للدين بالأخلاق العامة والنظم الاجتماعية هكذا يفكر الانسان الغربي الان الذي عنده اعتقاد بان الاله موجود لكنه منعزل ومشغول بذاته ولا علاقة له بتدبير شؤون الحياة لكن في المنظور الاسلامي ربنا سبحانه وتعالى ارسل النا الرسل واكد على مسألة ضرورية وهي ان الله تعالى معنا في كل وقت وحين ويتدخل في شؤوننا كلها كل حياتك الله معك موجود منذ ان تستيقظ الى ان تنام وحتى عند نومك الله معك ربنا يضمن لك الصحة ويضمن لك التغذية ويضمن لك التعليم ويضمن لك الحياة العامة هذه الامور هي مسنودة الى الحكومات ومسنودة الى الاحزاب ومسنودة الى المجالس المنتخبة انهم يدبرون الشؤون الشؤون العيش الكريم يدبرون قضايا الصحة وقضايا التعليم وقضايا التشغيل وقضايا السكن لكن الله تعالى بعنايته فانه تكفل بكل شيء فقط الناس يقومون بأدوار بسيطة ولكن العمل كله من عند الله لان العناية الالهية هي مظهر من مظاهر الربوبية فالانسان ليس وحده على هذا الكوكب وليس متروكا لشأنه بل الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه وسواه وانعم عليه وتولاه بالعناية والرعاية واستخلفه على هذه الأرض ومكن له كل شيء وأعطاه فقط أن يقوم بأسباب بسيطة وإلا فإن كل ما يقع في الوجود من خدمات وعطاءات وإمدادات كلها من عند الله الجهد البشري ضئيل ضئيل جدا والكل هو من عند الله ويؤكد هذا الآية القرآنية التي ذكرناها على لسان نبي الله إبراهيم في ذلك الزمن القديم لما قال إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديم والذي هو يطعمني ويسكين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لخطيئة يوم الدين تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نتأمل في مضامين هذه الكلمات النورانية بشكل بسيط لاحظوا قال إلا رب العالمين الله تعالى ليس رب المسلمين هو رب العالمين رب الكفار والمشركين والملحدين ورب المؤمنين كلهم تصور بأن المشرك والملحد والذي الله تعالى لا ينساه الله تعالى يعطيه الطعام أيضا ويعطيه الشراب ويعطيه النعيم ويعطيه الراحة لأن الله تعالى رب الجميع في الدنيا لكن في الآخرة سيكون تكون رحمة خاصة بالمؤمنين به الملتزمين بسراطه إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديم ما معنى هذا الكلام؟ هو الذي أنشأني أنا لم أكن موجود أنا كنت عدم الله تعالى هو الذي أنشأني وخلقني هو الذي لقى بين أمي وأبي وجعل العلاقة الشرعية ومن ثم كان الحمل وكنت أنا أنا لم أكن موجود الذي خلقني هو ربي وهو أعلم بما هيتي وأعلم بتكويني وأعلم بمشاعري ووظائفي في الحياة وأعلم بحالي ومآلي فهو الخالق عز وجل أيدعي أحد آخر أنهو الخالق؟ حاشا وكلا حتى الطبيعة لا يمكن أن تخلق شيء لأن الطبيعة نفسها صماء بكماء عمياء هي نفسها مخلوقة الذي خلقني فهو يهديم ما معنى يهديم؟ يعني أن الهداية هي من عند الله الله تعالى بشر عباده وأرسل إليهم الرسل وبين الطريق الذي يسلكونه إليه بين النهج هو سبحانه بين كل شيء ربنا أعطانا كتابان كتاب مقرؤ وكتاب منظور الكتاب المقرؤ هو القرآن وقبله كان التوراة والإنجيل والزبور والكتاب المنظور هو هذا الكون كله كتاب منظور يدل على أنه الصانع وأنه المبدع وأنه اللطيف كل أسماء الله الحسنى تتجلى في هذا الكون فهو يهدينا سبحانه أراد أن يهدينا إلا من أبى إلا من أبى هذا الكلام لما قاله إبراهيم الخليل الذي خلقني فهو يهديم ينيشير إلى أن العبد ينبغي أن يكون عهينة طيام في يد الصانع المبدع يصوهها كيف يشاء على أي سلس أراد ولهذا المؤمن عليه أن يستسلم استسلاما مطلقا لله رب العالمين في طمأنينة وراحة وثقة ويقين تصور أن الله خلقك في أحسن صورة لو أن الله شاء لم يخلقك إنسان لخلقك مخلوق آخر ربما كنت حشرة أو كنت دبه أو كنت حجر أو كنت شجر لكن الله خلقك إنسان وسواك في أحسن صورة فهو يهديم أن يرشدني إلى ما فيه المصطح حلي في ديني ودنياي فالهداية هي ليس من الآباء ولا من الأمهات ولا حتى من العلماء ولا من المربين هم مجرد مرشدين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فرغم أن هناك وزارات قائمة بداتها وزارات للشؤون الإسلامية وهناك مجالس للعلم علماء كبار وهناك دور للعبادة وهناك هيئات فيها أهل الصلاح وأهل الوعظ وأهل الإرشاد هؤلاء لا يفعلون شيء الهداية بيد الله لو شاء ربك لهذا الناس أجمعين وإنما هؤلاء فقط مجرد وظائف ربنا سخرها هذا معنى قوله تعالى الذي خلقني فهو يهديم فكل المؤسسات القائمة على التوجيه والتربية هي مجرد تقوم بأعمال صورية والهداية الحقيقية من عند الله رب العالمين ثم قال والذي هو يطعمني ويسقين أي نعم هناك وزارات وهيئات مكلفة بالزراعة ومكلفة بالفلاحة ومكلفة بالسقي والري والأنهار وبناء السدود وفتح الأبار تظن هذه الأيئات هي التي تطعم الناس وتسقيهم وعندنا في العالم منظمة الفاو منظمة الزراعة والفلاحة العالمية هؤلاء مجرد مجرد أسباب بسيطة جدا تنظم بعض الأشياء البسيطة وإلا فإن الطعام والشراب والسقي على اختلاف أشكاله الذي ينتفع به كل سكان العالم أكثر من سبعة مليار نسمة كلهم إنما هو عطاء من عند الله هذا معنى والذي هو يطعمني ويسقين أن ينعم علينا بالطعام والشراب نطفا منه وإكراما لاحظوا بأن ربنا يحب ابن آدم وكرمنا سبحانه هذا من حبه لنا علامة المحبة أن الله تعالى يعطينا جميعا ألوان وأشكال من الأطعم والأشربة تسقى بماء واحد ونفضل بعض على بعض في الأكل هذا أصفر وهذا أحمر وهذا أخضر وهذا برتقالي وهذا فستقي ما شاء الله كرم كرم دليل على حب الله لابن آدم هيا لنا سمون العيش الكريم لاحظوا أن الحبة التي تنبت الله تعالى لما يضعها في الأرض يخلق لها خزان أغدا الفلاح مجرد أنه يزرع الحبة لكن موضوع من وضع خزان الغداء للحبة ثم من جاء بعناصر الحياة لها ثم من جاء بالمطر والرياح وحرك السحب ثم من جاء بكذا وكذا حتى بدأت الحبة تنمو وتنمو وتتمر إنها بقدرة الله تعالى البشر فقط قام بعمل بسيط وهو أنه زراعة لكن الذي جاء بالخزان الغدائي للحبة والذي وضع فيها خصائصها وحرك الرياح والسحب والأمطار إنه الله عز وجل وكذلك الشرب نحن نشكري الماء المعدني بتمن والماء العديم ندفع له تمن لكن هذا الماء جاء مجانا من عند الله عز وجل أنزله الله من السماء عذبا سائغا نشربه وما فيه لون ولا رائحة ولا طعم لأنه يغسل يغسل الدات الدات أنزلنا إليكم ما أن طهورة فيه طهارة ولاحظوا جميع المشروبات الشراب أنواع وأشكال خذ مثلا اللبن اللبن هو صناعة ربانية وكلف الله تعالى حيوان بسيط أن ينتج لنا اللبن البقرة هي عبارة عن مصنع لاللبن البشر يقفون مشدهين أمام ذلك حاول بعضهم أن يصنع اللبن صناعة فجاءوا باللبن الطبيعي وحللوه إلى عناصره ثم بدأوا يخلطون هذه العناصر بعضها ببعض بنفسه النسب ثم جاءوا بمجموعة من الفئران عشرة فئران وضعوهم هنا في اللبن الطبيعي وعشرة فئران في اللبن المصنوع سقوهم هذا اللبن ما الذي وقع التي شربت من اللبن الطبيعي الذي هو مخلوق من عند الله تقوت ونمت والتي شربت اللبن المصنوع ماتت والعياد بالله سبحان الله العظيم لماذا؟ لأن الصناعة الربانية هي غير الصناعة البشرية لهذا نلاحظ هناك دول في العالم عندها نقص شديد في اللبن لا تستطيع حل هذه الأزمة بالصناعة وإنما شرع التشريعات أنها منعت على الكبار استغلال اللبن واستهلاكه ليبقى متوفرا للصغار منها الاتحاد السوفيتي والصين وكوريا الجنوبية وغيرها من دول العالم فمن صنع هذا اللبن؟ إنه حيوان هو البقر واللبن يسر في عروقه دون أن يختلط وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بيت فرث ودمي لبنا خالصا سائغا للشاربين إذن قضية الأطعام البشر وقضايا الفلاحة عندنا وزارات فلاحة ووزارات مياه وري ووزارات زراعة وكل هذا هذه الوزارات فقط تقوم بأشياء هي مرتبطة بالأسباب البسيطة وإلا فإن الذي يتحكم في التروة الفلاحية والحيوانية والسماكية والطير وغيرها هو الله هو الله والذي هو يطعمني ويسقين إلى أن قال وإذا مردت فهو يشفين وإذا مردت فهو يشفين عندنا وزارات صحة وعندنا مستشفيات وعندنا قطاعات تقيم مؤتمرات ودراسات طبية من أجل البحث عن الدواء المناسب للأمراض في حين أن قضية الشفاء هو من عند الله الشفاء من عند الله وإذا مردت فهو هو يشفين إذا أصبني مرض فهو الذي يشفين ويعافين منه إذا وقعت فيه الذي يقدر سبحانه وتعالى هو الله لاحظوا بأن الله أسند المرض إلى نفسه وإذا مردت فهو يشفين يعني أن المتكلم هنا سيدنا إبراهيم الخليل أسند المرض إلى نفسه قال وإذا مردت أنا أنا مردت فالبعض قالوا بأن المرض هل هو من قدر الله أم من أسباب الإنسان هناك أهل الإيمان وأهل اليقين قالوا كل شيء من عند الله هو قادر من الله وهو قضاء الله وخلق الله في حين ذكر بعض العلماء أصحاب الابتجاه العقلاني قالوا لا هذا المرض هو بسبب الإنسان يعود إلى تصرف الإنسان لأنه خالف منهج الله في الأخذ بالأسباب ومن ثم إذا أصبك مرض أنت المسؤول لأنك لم تنظم حياتك ولأنك فردت هنا وهناك فأصابك المرض ويروى عند الصلحة يقول لا الأكس صحيح فالذين قالوا بأن المرض هو من عند الله قالوا بأن كل ما يقع في الوجود هو من عند الله سيدنا إبراهيم الخليل سأل ربه يا رب ممن الداء قال مني قال فممن الدواء قال مني قال فمبال الأطباء قال أولئك قوم أرسل الدواء على إيديهم قوم أرسل الدواء على إيديهم فالمرض من عند الله والعلاج من عند الله والأطباء والمعاليهين قوم أرسل الدواء على إيديهم وفي رواية أخرى قلم أولئك قوم لا نريد أن نقطع عليهم أرزاقهم فقط لكي يعيشوا حياة الكرامة ويبقوا يعيشون بعزة ولهذا العلماء قالوا بأن صنفان لا غنى للناس عنهما العلماء لأديانهم والأطباء لأبدانهم شرف العلوم أعظم علم في الوجود هو علم الأديان وتانيه في الدرجة هو علم الطب فالعلماء للأديان والأطباء للأبدان لاحظوا الإعجاز القرآني لما تكلم الله تعالى عن المرض ذكر المرض بعد الطعام والسقايا فربنا عز وجل ماذا قال قال والذي هو يطعمني ويسقين وإذا ماردت فهو يشفين ما العلاقة بين الطعام والشراب والمرض هل هناك من علاقة سببية العلماء قالوا نعم لأن معظم الأمراض سببها الإفراط في الطعام والشراب معظم الأمراض سببها الإفراط في الطعام والشراب حتى قال الحارث ابن كيلدة أشهر الطباء العرب قال المعدة بيت الداء المعدة بيت الداء يعني معظم الأمراض تبدأ مما تدخله إلى جسمك من طعام وشراب ولهذا قيل لو قيل لأكثر الموتى ما سبب آجالكم لقالوا التخم التخم ودي إشارة ربانية مهمة جعل الطعام والشراب بعد ذكره للمرض لكن الله تعالى من رحمته ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء وجعل له شفاء هذه من رحمة الله تعالى وسيدنا النبي كان يقول تداوه فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد قيل ما هو يا رسول الله قال داء الهرم الهرم إذا هرم الإنسان لا تتعب نفسك بأن تأخذه إلى الأطباء وينام في المصحات مضيعا للوقت ومضيعا للمال ذلك المال تصدق بين الفقراء والمساكين ينضاف إلى ميزان حسناته واجعل ذلك المريض الهرم بين العائلة والأحباب يزورونه ويتملون فيه بعجونهم ويودعونه قبل أن يأتيه الرحيل هكذا قال ربنا عز وجل والمرض هو في الأصل يكون شفاء للروح إذا مرض الجسد تشافت الروح هذه قاعدة كل من أصبه مرض جسدي تشفى روحه لأن الروح تصير ذاكرة لله تصير مستشعرة لعظمة الله الإنسان القوي المشافى الذي وسلم في بدنه عادة لا يذكر الله إلا قليلا ولا ينتبه إلى الدين ولا ينتبه إلى الرحيل لأنه قوي لكنه حينما يمرض يشعر بضعفه وهزاله ومن تم يثوق يثوق إلى الخالق فالروح تصير شفافة كلما زرت مريضا سقيما رأيت روحه قوية متبصرة تتجلى لديه وأمامه حكمة الخالق فيحمده ويشكره ولهذا المرضى هم أكثر الناس ذكرا لله يقول بسم الله 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 لا إله إلا الله كثير الذكر وإنه ينكسر بين خالق مولاه وربنا عز وجل جعل لنا من أهم وسائل الدواء هو الدعاء الخالص أن تدعو الله تعالى مع اليقين بأنه الشافي المريض إذا مرض يلجأ إلى ربه عز وجل فالدعاء لاحظوا بأنه يقوي جهاز المناعة جهاز المناعة النفسي والبدني يتقوى عن طريق الدعاء الخالص مع اليقين بأن الله هو الشافي ليس الطبيب الله هو الشافي سيد موسى عليه السلام أصبه مرض شديد فذهب عند ربه وقال يا رب أنا مريض أنا سقيم عالجني يا رب وبدأ ينكسر بين يدي مولاه فكلمه الله وقال يا موسى عليك بتلك النبتة فيها دواء لك فذهب موسى إلى تلك النبتة وتناولها وشفية بأمر الله ثم مرت فترة زمنية ومرض موسى بنفس المرض فذهب مباشرة إلى نفس النبتة واستعملها لكنها لم تشفيه بقي فيه المرض يتألم فعاد إلى ربه قال يا رب إنني سقيم وقد استعملت النبتة ولم توتي فعلها قال يا موسى لأن في أول الأمر دعوتني أنا وطرقت بابي وتدللت بجانبي فأعطيتك النبتة بعد أن ترقت بابي أما المرة المرة الثانية فقد لجأت مباشرة إلى النبتة فهي قوتها عندما مستمدة من قوتي فعلم موسى أنه أخطأ الطريق ولا بد أن الإنسان يدعو ربه لهذا كم من أمراض قرر الأطباء لا علاج لها وقد شفي منها الناس شفاء تاما كيف ذلك لأنهم دعوا الله باليقين وكم من أناس ذهبوا إلى أكبر المستشفيات معهم أطقم طبية في منتغى العلم والاختصاص ولم يستطيعوا أن يمد لهم المساعدة لأن الصلة بينهم بين الله كان ضعيفة فقوي صلتك بالله ترى عجبا ثم بعد ذلك قال ربنا عز وجل والذي يميت ثم يحجيم ما مانا الكلام يعني أن الذي يقبض الأرواح هو الله عز وجل لا أحد يموت بحوادث السير أو يموت بمرض الكورونا أو يموت بمرض السرطان هذه كلها مجرد أسباب الموت هو بيد الله له أجل محتوم وتلك مجرد أسباب فقط فالذي مات قتله أجله فقط ولكن بعد الموت مدى يقع ربنا يقول والذي يميتني ثم ثم يحيين هناك استرخاء ثم تسترخاء بمعنى أن الله تعالى سوف يحيين جميعا الموت هو مجرد نوم عميق ثم بعد ذلك نقوم تسمى القيامة نقوم قيام يقوم الناس لرب العالمين ولا أحد يستطيع أن يفعل هذا لا أحد يستطيع أن يميتك ولا أحد يستطيع أن يحيك لا أحد من البشر مهما على مقامه فلهذا أيها الأحباب الكرام هذه الآيات كلها فيها قوة الإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى فلا أحد يستطيع أن ينزع منك حياتك ولا أحد يستطيع أن يضع لك أجل للبعث والنشور فالأمر كله لله سبحانه وتعالى ثم قال في الختام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين الله 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 يعني بعد رحلة طويلة في هذه الوجود مليئة بالخطايا والدنوب والغفلة ومع ذلك فإن الله تعالى كريم تصور إبراهيم الخليل يقول هذا الكلام وهو خليل الله ويطمع أن يغفر له خطيئته يوم الدين يتجاوز عنه دنوبه أقصى ما يتمنه العبد المؤمن يوم الدين أن تغفر خطاياه فإبراهيم لم يبرئ نفسه وهو يخشى أن تكون له خطيئة إنه لا يعتمد على عمله رغم أنه كان لا يأكل الأكل إلا ويحمد الله عليها ولا يشرب الشرب إلا ويحمد الله عليها ولا ينم النوم إلا ويحمد الله عليها ومع ذلك لا يعتمد على عمله لأنه لا يرى أنه يستحق بعمل شيئا إن ذلك كله بفضل الله تعالى هذه الآيات أيها الأحباب الكرام فيها إعجاز بأن الكفالة الربانية للبشر لا تغفى على أحد العناية الإلهية فنحن في حياتنا الديمقراطية نقيم انتخابات وننصب حكومات ونضع وزارات ونضع هيئات وكل هذا في التدبير اليوم من البشر تنبيه المدبر الحقيقي هو الله الله تعالى هو المدبر إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا ماردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لخطيئتي يوم الدين فكل ما في هذا الوجود هو من عند الله الله تعالى بيّن في هذه الآيات العقيدة الصحيحة الإقرار بالتصريف شؤون البشر في أدق شؤون حياتهم الله معنا أيها الأحباب لا تظن بأن الله تعالى مائل عنك كما تظنه الفلسفة الغربية أو الإغريقية أن الله خالق الوجود أو المحرك الأول للكون ثم صار منعزلا عن البشر ويعيش في أبديته في عزلة لا الله معك إنه الآن معك يسمعنا ويرانا ويتدخل في كل شؤوننا ما عندك من مشاكل ما عندك من هموم ما عندك من أمراض ما عندك من فقر ما عندك من انكسار لا تحزن لا تحزن الله معك قل هو الله هو الله تصوروا أيها الأحباب الكرام هذه الآيات الكريمات فيها إعجاز عظيم فيها كلمة هو ذكرت مرارا استعمل كلمة هو ففي الهداية قال الذي خلقني فهو فهو يهدين وفي الطعام قال والذي يطعمني وقال وهو وهو الذي يطعمني ويسقين هو هو يطعمني يسقين وإذا مردت فهو فهو يشفين لاحظوا تتكرر هذه كلمة هو حتى إن بعد الصلحة قالوا بأن هذه الكلمة هو فيها فيها أسرار بعض المتصوفة ركبوا عليها وصاروا يستعملونها بشكل غريب كالإمام الجزولي مثلا كذا يقول يا هو يا من لا هو إلا هو ويدعو الله تعالى يا هو يا من لا هو إلا هو لماذا لأن هذه الكلمة ربنا عز وجل الهداية البشر لا يستطيعون أن يهدوك أمك وأبوك لن يهدوك أستاذك ومعلمك لن يهدوك علماء العالم ومرشدو العالم لن يهدوك الهداية من عند الله إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فهو فهو يهدي والطعام والشراب تأكد كل الطعام والشراب وضع بين يديك حتى ولو كنت في مطعم أو في أي مكان فاخر اعلم بأن الذي يطعمك ويسقيك هو الله هو الذي يسر السبل وجاء لك من الطعام وأعطاك المال لدفعه وهو يطعمني ويسقين وإذا أصبك مرض فالذي سوف يشفيك ليس الطبيب أو المعالج بل الله وإذا مرضت فهو فهو يشفين فهو التاكيد لكلمة هو أن الله تعالى هو القادر والفاعل لكل شيء لكن في ختم الآية ماذا قال والذي يميتني ثم يحين لماذا هنا لم يذكر هو لأن الناس قد يدخل لهم الشك يقولون الذي يهدي فلان والذي يطعم علان والذي يعانج الطميم فلان قد يظن الناس بأن الذي يهديك بشر أبوك أستادك صديقك لا هو الله فهو يهدي والطعام والشرب قد تقول أمي تطعمني أبي يسقيني أو أي جهة أخرى لا وهو يطعمني ويسقين هو الله وكذلك لما تكلم عن المرض وإذا مردت فهو هو يشفين قد تقول بأن الطميم شفاني طميم فلاني عندها مهارة وخبرة ساعدتني لا الشفاء من عند الله فهو يشفين لأن قد يدخل الشك عند بعض الناس ويددون بأن البشر هم الذين يفعلون فربنا أكد بأن هو الفاعل الحقيقي لكن لما تكلم عن والذي يميتني ثم يحيين لم يقل هو لماذا لأنه لا حاجة لتاكيد بأن الله هو الذي يحيي ويميت ولا أحد يستطيع أن يدعي القدرة على الإحياء والإماتة فالكل يعلم أن الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى هذا ما نريد أن نغرسه أيها الأحباب الكرام في قلوبنا جميعا نريد أن نغرس في قلوبنا بأن الهداية من عند الله والرزق من طعام وشراب من عند الله والشفاء من الأمراض والأسقام من عند الله والمشر مجرد أسباب أما الإماتة والحياة كلها فهي من عند الله لا شك في ذلك والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين رغم كل هذا فإن الكرم الإلهي سيبقى متصلا حتى يوم الدين يأتي العبد وهو مليء من خطايا وملئ من ذنوب فإن الله تعالى يغفر ولا يبالي والذي أطمع أن يغفر لخطيئة يوم الدين فاللهم لك الحم نحمد الله ونشكره نحن محنودون أيها الأحباب نحن على حض عظيم لأننا لنا رب اسمه الكريم لنا رب هو الذي يهدينا إلى الطريق المستقيم لنا رب هو الذي يطعمنا ويسقينا كل يوم ولنا رب إذا أصابنا مرض يتدخل فيشفين من الأمراض ولنا رب بعد أن نموت سوف نحي حياة جديدة ولما نقود بين يديه سوف يغفر لنا خطايانا يوم الدين فاللهم لك الحمد ولك الشكر على ما أعطيت ووفيت لك تمام الحمد والشكر ما عمدناك يا رب نحق عبادتك وما شكرناك حق شكرك فاغفر لنا دنوبنا ولا تواخننا إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة